اهلا وسهلا فيكم من جديد بدرس جديد. اذا قال لها راضي اليوم بدنا نشتغل كافر للرأس للسيدات. بهالتقس البارد بيلزمنا شي دفيلنا دينينا ورقبتنا. اه وما في مانع كمان انه يكون الرأس. طبعا في كتير موديلات لشابويات بورنيطة او طائية بنقلة. اه بس اليوم انطلب مني شرح كافر بيشبه الحجاب. اه حلو كتير للضهرة او حتى للقاعدة بالبيت لانه عاجات كتير بيدفي. اليوم ان شاء الله رح بنطبق بالخيطان الصوف. عطائن بدي اشتغلهم. نسحب الخيطان من الوسط. وبنبلش نشتغل فيهم. منشان يكون هيني علينا الشغل اكتر. اه بدي الخيطان سماك. بدي الخيطان رفاع. مش مشكلة. بس اليوم اخترت اشتغلهم بخيط سميك. اه لا يدفوا اكتر لانه متل ما بتعرفوا عنا تلج. اه عابرة رقم ستة ونص. لانه رح يسمك الخيط لما نحطه عطائن. بدنا والابرة. اه وطبعا مقاص. ووحدة قياس او مزورة. لنقدر نقيس فيها الكافر. الكافر رح ينشغل عمرحلتان. اول مرحلة مستطيل. وهي اه لتغطاية الرقبة او لياقة بنسميها. وبعدين نرجع بنحط عليها الكافر اللي يلي لفوق. يلي رح بيغطي الرأس نفسه. بدنا نبلش مباشرة بقطبت البداية. لانه بدنا نعمل سنسال مكون من خمسة وعشرين سنتي. هيا واحد اتنين ثلاثة. اشتغلت خمسة وثلاثين قطبت سنسال. طلعه خمسة وعشرين سنتي. دايما بقلكم بدنا ننتبه على السنتي. اكتر ما ننتبه على عدد القطب. هيا هيك صار خمسة وعشرين سنتي. بدي وقف عمل سناسل وكمل بالقطب. هلأ بدي بلش ارتفع بالقطب يلي رح بيكونوا قطب بريد. لهيك بدي ارتفع قطبتان سنسال. اسمه البريد او العمود البسيط. بدي بلش اشتغل فيه بس على اللوب الخلفي. هيدول قطبتان السنسال يلي ارتفعت فيهم. لهيك بدي اشتغل بتالت قطب. بس بدي اشتغل باللوب الخلفي. يلي هو لورا. هيا منبين عنا. هيدا يلي بدي اشتغل فيه. بنفوت بداخله. بنسحب الخيطان وبنعمل قطبت البريد. برجع بفوت. باللي بعده. هيا. كمان باللوب الخلفي. وبسحب لأعمال البريد. بس اول سطر بيكون شوي صعب علينا. بس بعدين بيصير قهوان. كلهم بدنا نسحبهم من الخلف. لنقدر نخلص اسرع. رح فرجيكن القطبة عقياس صغير. وبعدين بارجيكن ياها كيف لما صارت قطعة كبيرة. بعد ما بننهي السطر بنبلش نرجع نرتفع قطبتان سنسال ونبرم الشغل لنبلش نعمل سطر جديد. كمان هاي القطب هيك امامنا نحنا بدنا نشتغل على اللوب الخلفي. لهيك قلت الكون هون رح بيكون الشغل اهون بالسطر الاول. لانه رح تجو عند قطبة السنسال يلي هي قردي عندها اتنان لوب اي امامي وخلفي. نحنا بدنا نشتغل بس على الخلفي. ناخد الخطان ونسحبهم قطبة بريد. كمان بنكرر على كل القطب. لهيك عملتهم اقل. عملتهم عشرة مش هنوصل لانهاية السطر اسرع. خلصت السطر وبدي بلش سطر جديد. كمان بارتفع قطبتان سنسال ببرم الشغل. ببلش السطر يلي بعده. كمان اللوب الخلفي بنعمل قطب البريد. وبنستمر هيك روحة رجعة لنوصل لطول يلي بدنا ياني. نحنا هون بدنا الطول يكون خمسة واربعين سنتي. اكبر من محيط الرقبة بشوي. اهم شغلة انه ما ننسى ولا قطبة. يعني ازا عنا تسع عواميد لازم نضل نطلع تسع عواميد. عنا خمسة وتلاتين عمود لازم نضل نطلع خمسة وتلاتين عمود. منشان يضل من اليمين ومن الشمال جالس الشغل. بدي انهيهم. لوصل لاياس السانتي اللي بدي اياه. لاياس بالسانتي. انتبهوا. بدنا العرض خمسة وعشرين سانتي والطول خمسة واربعين سانتي للمستطيل يلي عم نشتغله. هاي هي القطعة بعد ما اشتغلتها عاياس كبير. استمرت بعمل الاسطر روحة رجعة لصارت بها الاياس لاثنية بالنص وتصير هاي محيط الرقبة. متل ما بدك بتعملي الاياس. يعني فيك الطبقية من طفل لكبير. بس بدك تاخده طول الرقبة بعرضة او محيطة. وتبلش تشتغلي عليهم. طبعا الاياسات متل ما قلت لكم سابقا بالسانتيمتر. يعني نعتبر هون رأس الشخص. وهي الرقبة. بدك طولة طبعا بتجي من اسفل الدقن لاول الاكتاف. بتايسب المزورة قدي طولة عشرة عشرين تلاتين. قدي هي بالسانتي. بتكتبي. هوني انا عندي مسلا تلتعشر سانتي ونص. لهيك حسبتها اربعة عشر سانتي. تجي بقى من محيط. طبعا محيط الرقبة اصغر من محيط الرأس. لهيك بدنا ننتبه. انه مش نعملها قد محيط الرقبة لدرجة انه ما تفوت من رأسنا. لهيك محيط الرقبة قدي بيطلع. انا طالع عندي خمسة وثلاثين سانتي. بس از عملت خمسة وثلاثين سانتي ما بتعد تمرق من الرأس. لانه محيط الرأس اكبر. لهيك حتى لو كان صوف على فكرة. حتى لو كان صوفه بياخده بيعطي احيانا ازا وحدة بتشد ايده كتير بالشغل بيبطل يمره. لهيك انا بفضل. فوق الخمسة وثلاثين سانتي بعطي اضافة. بعطي اضافة مسلا زائد خمسة سانتي ستي سانتي قد ما بدك. فيك الضيفة. مسلا ستي سانتي. ممكن. سبعة سانتي. يلي انت بتشوفيه مناسب. يعني مسلا عم تشتغلي لطفلي. واخدتي طول الرأبة. ومحيط الرأبة عندك ياهن. وخدي كمان محيط رأسة للطفلة. وبلش اعملي لو عينة سطر واحد. ومرري حوالين راسة وشوفيها ازا بتمرق من راسة. للاسفل بيكون كتير ممتاز. اهم شغلة انه القطع المستطيل تشتغليها وتتعب عليها بس يكون الاياس صح. ما تكون تعبتي وترجع بدك تكرر. لهيك انتبهوا كتير لنقطة الاياسات. وبعدين هو اجمالة نصوف فعلا بياخد وبيعطي. بس ازا اشتغلتيا بخيطان قطن او خيطان حرير ممكن تكون هنا الدايق. لهيك دايما لما بيعملوا قبي بخيطان القطن بيعملولا زرار. اكتر الاحيان يعني الى البلوز اللي هي الى قبي من فوق بيعملولا ازرار. ازا بتلاحظوا ببلوز القطن. بدنا نرجع للقطعة اللي نحنا استغلناها. هلأ رح بفرجيكن يا ساتة بالمزورة. هاي طالعة. خمسة وعشرين سانتي عرضة. هيا. والعرض هيدا اللي انشغل او هيدا الطول وهيدا العرض. وفيكوا تعتبروا بالعكس. لانه هي رح تنقسم هيك بالنص. وبعدين رح ترجع تنتنى هيك. لهيك قلتلكو بتكوا تنتبهو. هاي اربعة واربعين سانتي. صارت اربعة واربعين سانتي بخمسة وعشرين سانتي. هاي الاربعة واربعين خلاص صار اياسة منيح لهيك بدي اتنية بهالشكل. لخيط منها الميلي. قبل ما خيط منها الميلي. فيني بس الرجة تسريج. وآآ يعني ايسة. اذا عم بعملها الي. او ايسة عالشخصي اللي عم بعمله اياها. وبتأكد مني اياس وبعدين نخيطها. لانه بنا نخيطها مباشرة بابرة الكروشي. لهيك لتلكون ازا كان الطول الرقبة آآ مثلا تلتعشر سانتي بديك تعمليها اتنين. يعني بتعمليها ستة وعشرين سانتي. ازا كان اربعة عشر سانتي بديك تعمليها على اتنين. يعني تمانية وعشرين سانتي. لانه هاي بدأ تنتنى. بهال شكل. بعد ما بدأت تتخيط بدأ تنتنى بهال شكل. لانه هاي دي قبة. هياها. هلا راح بنشوف كيف فينا نوصل الجهتان ببعض. بتنيهم هيك عبعض. وببلش بفود بالقطبة الاولى يلي هون. يلي حيكونوا كتير مبينين. هياهم القطب مبينين. بفود بداخلها. بسحب الخيطان من خلال اتنين. برجع بفود. كمان. شوفوا كيف هون ببينوا عليكم. ببين هون القطب هياهم. هيدول كلهم القطب. ومن تاني ميلي كمان مبينين. كمان. هياهم القطب. لايك بدي فوت من خلال اتنين. هيفوت من هاي. لقطة عند التاني. انتبهوا انه كل قطبة قدام قطبطة. مشان لا تطلع ولا تنزل. هاي اول قطبة. تاني قطبي هون. بدي جرب بس تكون واضحة عليكم. هياها. ومن ورا هاي. كمان مبيني. بسحب الخيطان. كأني عم بعمل منزلقة. قبل فيكو تعملوا شغلي كمان انشان ما تتم يعني تمشي. فيكو تجو عند اخرة. وتحطوا دبوس. يعني مشان تكون يعني على الاكيد ان شاء الله تمام ما تمشي منكن او تضيقكن. او بعد ما تخلصوا تعليقات تحسوا انه هيها دي مشيت من انا. فيكو تسابتوها هيك. وتبلشوا تشتغلوا. لحظوا كيف هتيجي كل قطبة قدام قطبطة. بنجي بنكمل خياططة. فيكي بالقبرة التنظيف. هي قدامها. رايحي هيك الخيط من شان تضل مريحة ما تشد عبعضه. مش الحال وتوصلوا الميلتين ببعضه متل ما شايفين مريح الشغل. ابدا مش مشدود. بدي فرجيكم بس كيف الخياطة صار شكلة. هي صارت هاي بها الشكل. صارت هاي دي القب. بدك تضيقية اكتر بتضيقية. بدك توسعية بتوسعية. هيك انتهت الاب. قبل ما نبلش نشتغل من فوق بس حبي يقلكن انه ممكن ازا ما بتكون تخيطوا بابرة الكروشي ممكن نخيطوا بابرة التنظيف العادية. بنرجع بنكمل شغلنا. هلأ هون الوسط طبعة للابة ازا بتكون ازا ما عندكن هيك خيطان متل ما انا هون مبلش. ممكن تحطوا دبوس. وتعلموا هون الوسط. مشان تنتبهولو. هلأ بنعرف ليش بدنا ننتبه للوسط. اول شغلة بدنا نعمل قطبتان سنسال. هاي قطبة. اتنين. لنرجع نكمل بقطبة البريد. بدنا نفوت داخل كل قطبة من هون. نعمل فيها بريد. هي هاي اول واحدة. هون كمان. بدي امشي على كل السطر. هي مشها ما يصير توسعة مرة. بالقطبة نفسها يلي هيك بالعرض. ومرة بهاي دول. يلي متل السناس الرفيعة. هي هون. هي اطبة. وبهاي هون يلي بينات هون الرفيعة. كمان اطبة. وصلت لنهاية السطر بعد ما استمرت بعمل اطبة البريد على كل السطر. هي عموحيط الدائرة كلها. لوصلت للنهاية لعند الدبوس. ما بدي ارجع كمل. لأ بدي ارجع برجوع. لهيك بارتفع قطبتان سنسال وببرم الشغل. لارتفع سطر جديد. لهيك حطينا دبوس لنتذكر. انه نحنا ما بدنا نكمل. لأ بدنا نرجع برجوع. لا تصير هاي دي الفتحة من عند الدقن. بدي اعمل كمان بريد. بس هالمرة يعني بشوي طريقة مختلفة. رح نيجي عند هالسناس الهول. بيجي مرة على اللوب الخلفي. بعمل اول بريد. بفوت على القطبة يلي بعدها. ما بيجي عند سناس ال يلي عنده اتنان لوب. لأ. بدي يجي عند القطبة يلي من هون. هياها واضحة قدامنا. بيجي من اسفل هالقطبة وبعمل بريد. قطبة يلي بعدها. هياها. نوضحها شوي. هاي السنسال. فيها اتنان لوب. بيجي عند اللوب الخلفي. هيا. بعمل بريد. والقطبة يلي بعدها. نطعج هيك الشغل. بنشوف هون. فيها القطبة. يعني ما خاصة بقطبة السنسال يلي فوق. ما خاصة بقطبة السنسال يلي هي ع السطر. يلي هي ع السطر. بس بنجي مرة من اللوب الخلفي. هي لما بتجلس هيك هيا السنسال. ان شاء الله تكون واضحة. بس نجلس هيك. هيدا السنسال. نجعل لوب الخلفي. نعمل مرة هيك. ومرة هيك. يعني كأنه في لوب بالنص ما عم ينشغل عليه. يلي هو هيدا. يلي بالنص. هن واحدة اتنان تلاتة. يلي بالنص ما عم ينشغل شي عليه. رح ارجع كررها امامكم. هيا. هون على اللوب الخلفي. نجي من هون. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلت لنهاية السطر وبآخره بدي أخد القطبي كله ما بدي أخد للوب خلفي ولا أمامي مشان تكون سابتي برجع بارتفع قطبتان سنسال وببرم الشغل لأعمل سطر جديد بنفس الطريقة كمان بيجي عند اللوب الخلفي بعمل بريد برجع متل ما حكيت لكم هيدا اللي مبين من هون إن شاء الله يكون صار أوضاح عليكم كمان مرة على الخلفي ومرة هون على الأمامي رح نسميه مع أنا مش نفس السنسلي فوق مش نفس السطر برجع بكرر لا هيدا مرة على هيدا الخلفي ومرة هون الأمامي يعني اللي بالنص ما عم نشتغل عليه خلصت هالقطبي بيجي عند هالقطبي عالي بعده مباشرة نستمر كمان لنهاية السطر نظل نشتغل روحة رجعة لنوصل للإياس المطلوب يلي هو ارتفاع الرأس ادي ارتفاع الرأس بنوقف هون مسلا احنا بنا نعملها ارتفاع خمسة وثلاثين سنتي لهيك بدل كرر الأسطر لوصل لإياس الخمسة وثلاثين سنتي هيك بيصير شكل الشغل بعد ما بستمر بعمل القسطر بنفس الطريقة كزا مرة لوصل لطول المناسب للرأس هون انا كنت عمقلكم انو بدي اعملها لتصير خمسة وثلاثين سنتي بنظل نشتغلها وبنقيس بالمزورة بس توصل للخمسة وثلاثين سنتي او ثلاثين سنتي او حسب انتي قدي بدك طولة بتوقفي عند الطول يلي بيناسبك ترجعي بتسكري من فوق هلا بنشوف كيف بنسكر من فوق اهم شي ننتبه انو القياس يلي بنكون نحنا اغدينه وبدنا يا نوصل له هون انا وصلت للخمسة وثلاثين سنتي وخلاص ما بق بدي كمل بدي اختمع بيجي بعمل هيك ضبن هيك عبعض وبسكر من هون بنفس الطريقة يلي سكرت فيها الابة من الاسفل بس قبل ما نسكرها بدي قلكن انو ملاحظين كيف هي حجمة صغير يعني محيطة قليل لانه هون يما بدي يا المنديل اللي فوق الرأس يكون كتير كبير اما ازا انت بدك يكون اكبر او اعرض من هيك يعني ما بدك يا يكون هالعرض او بتحسي انو هالعرض قليل ممكن تزويده من البداية عند السطر يلي اشتغلناه كله بريد سادة نحنا ممكن نزود يعني بدال ما كنا عم نعمل عند قطبة البريد هيا اللي بالعرض كنا عم نعمل قطبة واحدة بالطول هون فينا نعمل قطبتان نعمل تلاتة قد ما بدك بتزودي اهم شي ازا بدك يعني محيط الرأس فوق او المنديل يلي على الرأس يكون اوسع بدك تبلشي من البداية تعملي آآ عدد قطب اكتر يعني بدال مسلا ما يكون المحيط مئة وخمسين قطبة فيك تعمليون ميتان فيك تعمليون تلاتمية قد ما بدك بتوسعي من هالبداية من هيدا السطر كمان اهم شي قبل ما نبلش نختمها من فوق نشوف كيف رح بتكون شكلها بالرأبة يعني كيف هي رح بتكون ازا كانت هيك القبة بدأ تكون هاي رح تقلب بهالشكل كتير ضروري نقلبها بهالشكل قبل ما نختم من فوق لنشوف الختم وين هيكون عاي وجه ازا هون هيك صارت الرأبة القبة او الياقة تعيت الرأبة هيدا صار كافر الرأس يعني رح تنختم بهالشكل ازا انختمت بهالشكل هتصير الخياطة للخارج لهيك بدنا ننتبه انه بدنا الخياطة تكون للداخل بهالطريقة ما بتتغلبطي لما تكوني طاوتيها مظبوط متل ما بدأت اللبس ما بتتغلبطي وتقوم تخيطي على الوجه على القفة او القفة على الوجه كمان برجع بكرر وبقلك ممكن تستخدم ابرت التنظيف او ابرت الكروشي بختمة رأسا لبنمسكها وننتبه من شام منضيع بس كمان ننتبه انه الخيطان ما ينحبسوا بالداخل نخليهم حرين هيك لبرا بدي ايجي اتنين بحط هيك تبابيس من شان انتبه انا وين بدي خيط بحط هون دبوس مشان تصير اللخياطة داخلية لجوة مشان ما ضيع وخيط محل ما بده يزهر الوجه بيجي بعملها هيك ببرمى بسبت بتبابيس لانه هني حينبهون يوين انا عم خيط يعني بيدلون يوين بدي خيط هيك كمان فيك تسرجية وتقسية قبل ما تخيطيها هيك صار مبين علي كيف بده تكون الخياطة بده تكون داخلية بيجي ببرم بقى مطرح ما بدي خيط بحط ابرتي بالقطب ببرمى متل ما انا برتاح كيف برتاح كيف بستحكم ببلش ببرمى هيا اول قطب اعطاني ميلي بدي مرر منها الخيطان صاروا خيطاني اتجاههم صح ابرتي اتجاهها صح ببلش بختمهم نفس الطريقة قطب قدام اختها هيا هاي الجدل قدام اختها لا فرجيكم اياها بس لحزة اي القطب قدام بعضهم تتمنى تكون واضحة كل القطب قدام اختها من شان لما تتخيط يكون الخياطة جالسة وازا بدك فيك تعمليهم بالابرة على الاطراف كمان بتصير مالسة اكتر بس هون هلأ ابرة الكروشيه اسرع هيا فيني ما ااخدها كله للجدل فيني اخدها هيك الجدل كله ومرق منها منزلقة وممكن ناخد بس لوب من هالميلي ولوب من هالميلي يعني من قطبت هالميلي ومن قطبت هالميلي باخد هيك وبعمل منزلقة هون الدبوس بدو يضيق نبلا برجع بيجي هيدا اللوب وهيدا اللوب من هالقطبي ومن هالقطبي يعني من هالميلي اليمين ومن ميلة اشمال كمان بيجي هالتالت قطبي هون هاي اللوب وهيدا اللوب هيدا اللوب احسن اللوبات الداخلية مشا ما يبين من اثرهم شي للداخل ترجمة نانسي قناة قبل ما نكمل بدنا نشوف الخياطة من جوا كيف صار شكلها. صار بهالشكل. وصارت رقيقة اكتر. يعني اه صارت اقل معملة اه سماكة متل هون ازا فيه شي سماكة بسيطة عند الرقبة صارت. هون صار اجمل كمان. يعني فينا نتبع هيك طريقة. انا بحاول فرجيكم كل الطرق يلي بنوصل فيها او بنخيط فيها من شان تستعملوا يعني احلى شي حبا يتوقع او اهون شي. هاي الجدلة باخد من اللوب الداخلة. والجدلة تعيد التاني ميلة. كمان باخد اللوب الداخلة. وبوصلهم ببعض بتقطبط المنزلقة. عم جرب بطء قدمة فيني اه من شان الصبايا بيقولولي ما تستعجلي. كمان. بستمر لنهاية السطر بهالطريقة لتتخيط كلها ووصل للاخير. طبعا في ناس لما بيوصلوا هيك للاخير وبيصير الى بوز ما بيحبوا البوز. لهيك آآ في فيديو من الفيديويات الاسبانية خيطت بالاخياطة العادية بشكل دائري من هون. من شان تطلع هون عند الرأس دائري. وفي طريقة تانية انه لا بيتركوها بهالشكل وبركبوه لهون طابط البومبون بالبوز. يعني بيحبوا يكون الى بوز وبركبوه لها شكل طابط البومبون. هيك وصلت لنهاية السطر وصار فيني نضف بقبرة التنظيف. هيك بعد ما خلصت ونضفت الخيطة الزائدة. بيصير هيك شكلة. هيك شكلة من الخلف. وهي ده من الامام. طبعا من هون هيك بتنتنى وبعد فيه تزخرف على الاطراف بده ينشغل. لتاخد الشكل تاعة. فينا متل ما حكيت لكم قبل نعمل طابط البومبون بالاسفل هوني بمؤخرة الرأس. او فينا لا نشتغل متل ما حكيت لكم هي خيطت بالفيديو بشكل هيك عملتها دائرية. اه اخدت شكل الرأس من الخلف. يلي بيحب هيك يلي بيحب هالطريقة. متل ما بتحبه. ازا بدنا نعمل تزخرف حوالين الارك هيك تاعة الوجه. بنجيب خيطان خارجية طبعا. نعمل قطب التثبيت. لنبلش بالبداية. مطرح مكان الدبوس بدنا نسبت الخيطان. رح سبتهم بها الشكل. بعدين برجع بارتفع قطبة سنسال. وبرجع برجوع. هيك عم بشرح الطريقة اللي هي عملتها بالفيديو. لانهم طلب يعرفوه شو هي هالطريقة. هي بترجع هيك برجوع بدل ما نشتغل هيك للامام. يعني من خلالها خيطان. بنعملون هيك بنسحبه من خلال قطبتان. بنرجع بنكررها. تفوت بالخلف. بالقطب الخلفية هون. بنفوت باي فراغ. اي فراغ بالدكيان. بنفوت هيك بهالشكل بنسحب الخيطان. بيصير معي قطبتان على الابرة. بنسحبهن بقطبة واحدة. وبنكرر لنهاية السطر. بنفوت هيك بالخلف. بنسحب الخيطان. صار قطبتان بيصحبهن بقطبة وحدة. لتعمل شكل هيكي متل كأنه آآ عم نشتغل بابرة وخاط هيكي القطبة البرم. قطبة كتير بسيطة بس لتضب الاطراف. وتعطيها هيكي شكل انه كلها متساوي يعني. ممكن هالطريقة يلي ما بتحب هالطريقة ممكن تعملوا اي قطبة زخروفية. ممكن قطبة حشو. يلي بتكون ياه. بس هي بالفيديو عملتها القطبة. تيغض هالشكل. طبعا في اكتر من فيديو عم يشرح طريقة الكامل. هاي تعيط الرأس. آآ لهيك كل فيديو اشتغل بطريقة. حتى في طريقة بتريكو. ابر التريكو. آآ وفيه كتير آآ غير قطب. يعني في غير هالقطبة تعيط البريد. في عاملين بالعمود. عاملين بالحشو. كتير كتير افكار. المهم بتكونوا عرفتوا طريقتها نفسها. هلأ آآ بوصل لنهاية السطر. بقص كمان الخيطان آآ بنظفهم. كمان بعد ما بقصهم وتنظفهم. بتكون انتهت هاي دي الكافر تاع الرأس. آآ بيشبه كتير الحجاب وبيدفي كتير. اشتركوا في القناة وهلأ ازا حبينا نتخلص من المسلس بالخلف. ممكن نقلبها بهالشكل ونبلش خياططها رأسا. سببت الخيطان. بمشي سطر عادي. هي ما في تثبيت يعني بعده بس هيك بسيط. لانه بدي ارجع برجو. كمان برجع بعمل هيك الخيطان. جمالا هيك تثبته. برجع نفس القطب نفسهم. هي بقطب ضيقة. اشتركوا في القناة. لهم بيكون تا درسنا لليوم بتمنى يكون كنهيين عليكم هو عبارة عن كافر بسيط للرأس بس بيدفي كتير طبعا فيك تعملي من خطان طاق واحد أو طاقين فيك تعملي القطب يلي بدك ياها ممكن تنفسي بأي إياس لأي عمر بس طبعا بتاخد الإياسات مثل ما وضحنا أهم شغلة محيط الرأس تمرق من خلاله هالأبي هاي برجع بكرر أي قطب فيك تعملي فيهم يعني ممكن بدل قطبة البريد نعمل قطب حشو ممكن نعمل قطب عمود ببرمع عمود ببرمتان يلي بتحبوه كمان بتشتغلوا ع أي نوع صوف ع أي نوع خطان غطاء الرأس أخد 175 جرام خطان الخطان صوف شغل لبنان فيك تشتغليهم بأي نوع صوف أو أي نوع خطان بتحبيهم ما في أي مشكلة إن شاء الله أهم شي تكون عندك لإياسات وبتشتغليهم لأي عمر بتحبيه بنهاية لقاءنا بدي أتمنى لكم جميعا التوفيق وبدي أشكركم على المتابعة والدعم وإلى اللقاء إن شاء الله لدرس تاني الله محكم